السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لعفي كيفما تعودت في كل يوم معنا أخبار وأحديث جديدة ومتنوع اليوم بيس نحكيه على تسريحات خاطرة جدا من منظمة أنا يا قذ اللي بيشتكشف حاجة جديدة بخصوص حركة النهضة أو بخصوص قيادية في حركة النهضة وقالوا أنه فما بطاقة جلب ضد قيادة في حركة النهضة قيادة معروف جدا وبرز في الحركة متهمة بالتحيل نعم متهمة بالتحيل وهذه معنتها الأخبار السارة والشميلة من نسموعيش بتبيعة من طرف حركة النهضة لأنه ديما يحاولوا يعطيوا صورة مزينة على رويحهم ومرحب أنه نسبة عدم الثيقة فيهم وصلت 92% نعرف الباطن ونعرف الخارج نعرف كل شيء لكن هما معلبي لهم شو ديما يحاولوا يعطيوا صورة مزينة ويحبيوا الصورة الحقيقية لعليهم طوابش نعرفوا مبعضنا أشكون الشخص هيدا خليكم معنا لنهاية الفيديو قالت منظمة أنا يقظ أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنعروسة أصدر بطاقة جلب ضد القيادة في حركة النهضة والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحميم ننف عادل أدعى الديع في إطار قضية تحية المنشورة ضده متأكدين أحنا ننسوه الشي هذا أنه كل ما تزيد الفلوسها كل ما تزيد اللهفة وكل ما تزيد الفلوس يزيد الفساد وكل ما تزيد الفلوس يزيد التحية على خاطر اللي يجرب شد فلوس ما عادش يحب يخسرها بذبيه ديما عنده أكثر تلقاه ملهوف حتى هو مينجمش يريش بها رو ميتمطاعش بها تلقاه فقط ملهوف أنه بيش يجيب غيرها بيش ما يفقدش الشي هذيك اللي يلمه يزم يقعد ديما يلم ويلم أكثر مرة هذي لما مليونة قولوا إكزامبل مرة ثاني يزم يلمزوص المرة اللي بعد يلم أربعة فهمت كيفي معادش يحبوا على النفس المستوي أو أقل مستحيل ممكن يتجلط أما لازم ديما يجيبوا ما أكثر فلوس بأي طريقة كانت حتى يلتجوا للتحيل وأوضحت المنظمة في بيانة يوم الخميس الاثنين خمسة جولي الفين وعشرين أن هذا القرار يأتي تبعا لعدم استجابة العضو السابق بمزل شوري حركة النهضة لاستدعاء الفرق المركزية للحراس الوطني ببنعروسة في مناسبتين مما الثرى صلاة المختصة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاق بأقويله حول التهمة المنسوبة إليه ومن بعد يقول لك لي نحن نحترم القضاء ونحترم القانون ونحترم الأمن وكل واحد يجب أن يخدم خدمته وهكا ما احترمينه بارشا أحدا كي يبعثو لك بطاقة جلب واستدعاوك مع طمام مشيتش حتى بشتد لي بالأقويل متاعك تقول عملت ولا ما عملتش المفيد هكا مخبي وكهو وأضافت المنظمة أن عادل التعديع قام بتقديم مطلبة لاستجليب القضية إلى محكمة التعقيبة بتونس لمزيد التهرب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي وما جاء في نص التدوينة هذا اللي جاي في نص التدوينة اللي نزلته منظمة أنا يقض وقالت أنه قيدي بيرز ودي جاء هكا عنده دخل في الكورة اللي هو أعمال عملية تحيل واللي هو هارب من القضاء عندهم فيه بطاقة جلب للتحقيق معه لكن هارب ويحاول يتملس من الحضور إلى التحقيق أهو كاريتو شنوا قاعد يعمل بالضبط وحفيتوا الفكرة المزينة والأساسية لهم وأشار البيين إلى أن منظمة أنا يقض قامت في شهر جوان 2020 بنشر تحقيق حول الملف المتعلق بعادل التعديع الذي يتهمه أحد المقاولون بالتحيل تحيل عليه بعد أن وعده بالتوسط لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع قارة لفائدة ورثة ورثة مالك الأصلي حسب نص البين وشارت أنه يقض أن القيدي في حركة النهضة اشترط مقابل الماديين طب يا عمل مش يخدمها كيكة لوجه الليها هم مقاول لقاء إزدائي هذه الخدمة ما بتسلم شيكيتا من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار أو عندهم المالية مضمونة باعتراف كتابي منه وقد تم عقد اتفاق بينه وبين أحد الورثة يفضي بتسليمه خمسة ملايين دينار في حال تحصلهم على غرامة الانتزاع ما عندها دفعين عليها ملايين زرقة بشي يخذوا هلغرامة هذي وفي الأخر زي تكمل وخسروا فليستهم ومخذوا حد شيء هذا بالإضافة إلى ما تم تسليمه من قبل الشيكي من أموال تتمثل في مبلغ مالي هام جدا تمويل لحملتها الانتخابية والشقة أعطاها معناتها مبلغ مالي مولوا به في الحملة الانتخابية متاعه واخذي له الشقة من فوق شوفوك الشقة قد يشتزوى حسب ما ورد في بيانة منظمة أنا يقف معنتها شوف الأسطاد كيف هي قد يشتخدم قد يشتصور فلوز تلقاه شهري متاعه وخمسة ملايين وتلقاه هو في عملية واحدة يتخل مليار وزوز وثليثة وشققه مل جو وجاء في التقرير أن الشيكي تفطن فيما بعد إلى أن وعود عادل التعديع لن تتحقق نظرا لعدم وجود لا وثيقة إداء أمواله كما ادعا ولا حتى شهادة ملكية للعقار المنتزع مما جعله يطالب باسترجيع أمواله مقابل رفض عادل التعديع على الرغم من أنه تحصل عليها كعمول وساطة لم يقم بها أساسا نجأ المتضرر إلى القضاء منذ مارس 2019 مدركا أنه سيوجه صعوبات نظرا لكونه يخاصم شخصية سياسية معروفة وثنتمي إلى الحزب الحاكم حتى أنه تعرض لعديد الضغوطات وتدخلات لعرقلة مسار التحقيق ومزلت تشوف كنجي مواطن عادي راهم أوتوماتيك موجب للتحقيق وراهم مسحو به القاعة نجا كنت تفكر قذية سامير الوافي صارت حكيه كيفك على عموله وقلوك قالت اللي هو تحيل عليها بملياره وهزه في الفور وتحكم عليه بالسجن ومعدة مدة طويلة ما يقارب سنتين أو أكثر وزيد مفوق خلصها عندها لخاطر مواطن عادي رغم أنه أعليمي لكن ما هوش وجه سياسي ما عندوش الواسطات هذي اللي يتمنعوا فاصل ما هو شيخ بالفليسيت هما لربحوا الغرامة ورقة الغرامة هذي ونربحوا فليسيتم خسروا من كل الجوانب رابي قدر الخير عليها الواسطات اشنو قاعدة تعمل واشنو تربح وأكدت المنظمة على ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسية من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال ليت وتسمعك كي قلت لها انسحبوا لازم تنسحبوا توينسحبوا ويخليوا الطريق ما يبيعوش بعضهم كلها تمشي الميزانية واحدة احتراما لسير العدلة وضمانا لمبدأ المحاكمة العدلة الذي هو في حق عدل الدعديع الذي يتمتع حاليا بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بالمساوية بغض النظرة عن صفته وانتمائه الحزبي او الرياضي وليوا بالمنجد يسر يستعملوا في الواسطة هذي اللي خدمتهم هما للمصالح الشخصية وامخاسيب هذي يتحاكم عليها ما انت راه ويخدم خرج القانون انت يعطيه قديم المليار وشديره الشقة وموله الحاملة تمتعه بأي موجب حق هذي امخاسيب حتى القانون يعاقبهم عليهم الزوز ما انت هذي دجاج جريمة هي في روحها زد مفوق معها التحية المقضى الواحد شيخ ذيلو الفليزي تمتعه وقلوا على الدنيا سلام صحة وبشفية ما تنسي وجلائك واشتراك وتفعل الجرس ونقولكم باي باي